إصلاح الحكومة أو إصلاح مؤسسات الدولة وهذا الشيء بدأنا فيه بالحرب تمر السنوات ويبقى الأسد على كرسيه يحصد أرواح السوريين ويعبث بجيرانه حين يصنع ويهرب الكبتاغون والسلاح إلى الدول المحيطة بسوريا ويعود للمحافل العربية ماشياً على عظام السوريين بينما يبقى المجتمع الدولي بلا حلول تنهي مأساة السوريين المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون قال إنه لا حلول سياسية في سوريا بعد سنوات من اندلاع الثورة وأكد في بيان نقلته وكالة الإعلام العربي أن الأزمة الإنسانية في هذا البلد تتفاقم حيث يحتاج 16 مليون و700 ألف شخص لمساعدات عاجلة كما أن هناك خمسة ملايين لاجئ سوري خارج سوريا وقرابة سبعة ملايين نازح داخلها بدورها جمدت تركيا عمليات التطبيع مع سلطة الأسد في الوقت الراهن ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن دبلوماسيين أتراك قولهم إن هناك صعوبة في التقدم بعملية التطبيع كما أن العديد من القضايا تحتاج إلى وقت لحلها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أكدت في بيان مشترك على موقفها الرافض لتطبيع العلاقات مع سلطة الأسد ووجوب استمرار العقوبات المفروضة عليه وإيقاف عملية إعادة إعمار سوريا ما لم يتحقق حل سياسي هناك وجاء في البيان تأكيد الدول الأربع على أن الحرب في سوريا لم تنتهي بينما تتزايد معاناة السوريين على يد الأسد وتنظيم الدولة وحتى الآن لم تتحقق شروط العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين المنتشرين في دول الجوار وأوروبا بينما شددت السفارة الأمريكية في سوريا على ضرورة إنهاء الصراع وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبعد مرور 13 عاما على انطلاق الثورة ضد بشار الأسد يجدد السوريون موقفهم المطالب برحيله وأسقاط سلطته رغم إعادته للجامعة العربية وتطبيع بعض الدول العلاقات السياسية معه علاقات جاءت بعد إغراق دول الجوار بالكبتاجون والسلاح ترجمة نانسي قنقر